فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقد قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم نعم هذا بيان للمراد في ما نخالفهم فيه وأننا لا نوافقهم على دينهم أو شيء من دينهم المبتدع المحرف أما دين التوحيد فهذا هو دين جميع الأنبياء لم يختلفوا فيه نعم دين التوحيد وإفراد الله بالعبادة واتباع ما جاءت به الرسل هذا دين جميع الأنبياء الحمد لله إنما لا نتبع أهل الكتاب فيما نسخ من دينهم أو ما حرفوه وغيروه وبدلوه وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فنحن حذرنا من أن نسلك مسلكهم في هذا في أمور دينهم في أمور عباداتهم في أعيادهم في جميع ما يختص بهم نعم أما الأمور العامة والمشتركة والمنافع المباحة فلا بأس بذلك وليس هذا من التشبه بهم بل هذا في الأصل مخلوق للمؤمنين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فالله خلق هذه المصالح وهذه المنافع وهذه الأسرار في الكون خلقها لعباده المؤمنين وإنما شاركهم فيها الكفار في الدنيا مشاركة وإلا هي في الأصل للمؤمنين والكفار شاركوهم فيها مشاركة والله لم يخلقها للكفار إنما خلقها للمؤمنين نعم سلام عليكم قالوا متابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباعوا لأهوائهم بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك نعم اتباع أهوائهم في كل شيء لكن اتباع عوائهم يختلف ويتفاضل بعضها أشد من بعض اتباعهم في دينهم الباطل هذا أشد الاتباع المنهي عنه والتشبه المحرم وكذلك اتباعهم في عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم الخاصة بهم فنحن لا نتشبه بهم في الأمور الخاصة بهم ولو كان من أمور العادات لأن هذا يجر إلى التشبه بهم في دينهم كما سبق أن التشبه في الأمور العادية يجر إلى التشبه في الأمور الدينية فنحن كما قال صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحما يشك أن يقع فيه إذن يكون المبدأ المخالفة ما استطاع المسلم ما استطاع المسلم المخالفة فيما هو من خصائصهم فيما هو من خصائصهم فيما هو من العبادات فيما هو من خصائصهم أما الشيء المشترك فهذا لا نخالفهم لأن هذا أصله لنا وهم الذين وافقون فيه